عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعاً اليوم لمتابعة أليات الإسرائي بإنهاء الإجراءات وخروج الحاويات بالمواني واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى أن الحكومة تعمل حالياً للإسرائي من عمليات الإفراج عن السلع والبضائع في المواني المصرية المختلفة مع التأكد من عملية سير منظومة الشحن المسبق بشكل فعال يسهم في الإسرائي وتسهيل إجراءات الإفراج ووجه رئيس الوزراء بتشكيل لجنة مشتركة من وزارتي المالية والنقل لوضع تصور وخطة لتيسير إنهاء الإجراءات وخروج الحاويات بالمواني وذلك بأقصى سرعة ممكنة حيث وصل إجمالي المفرج عنه من المضائع خلال الفترة من اليوم 18 حتى 23 من يناير 2023 ما يزيد عن 1.5 مليار دولار ترجمة نانسي قنقر